رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بأسوان ويشهد استفافاً لمعدات التوارئ والأزمات بالمحافظة خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيريه الإيطالي والنرويجي شكري يشدد على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة نتنياهو يرفض تصرحة أمريكية بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على غزة والتحاد الأوروبي يطالب بفرض حل الدولتين على إسرائيل التاسع مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرام نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تدريب الشباب على تقنيات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وخلال مؤتمراً صحفي على هامش جولته بمحافظة أسوان أضف مدبولي أنه استمع إلى تجارب ناجحة لشباب تمكنوا من العمل مع شركات عالمية بعد تأهيلهم وتدريبهم عملياً شيء يفرح جداً لأن احنا بنتفرج على إزاي الشباب المصري لما بيتدرب وبيؤهل على وظائف الجديدة في قطاعات لتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيبدأ أن الحقيقة بيحصل له طفرة كبيرة جداً فيما يخص الحصول على وظائف شديدة التمايز في شركات عالمية وبيبدأ الحقيقة بتبقى يعني العائد المادي للشاب المصري من هذه الوظائف بيبقى الحقيقة عائد مرتفع جداً جداً بالمقارنة بالوظائف التقليدية والحقيقة الشيء اللي أنا كنت حريص جداً أن أنا أقف كتير مع الشباب واستمع لتجاربهم المهم هنا أن الشباب ده بيبقى ممكن نخريج في الجامعة من تخصصات ما لهاش علاقة بهذا القطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا معلومات يعني أنا قابلنا الحقيقة شباب من خريجي كلات تربية اللغة العربية في جامعة الأزهر تجارة هندسة يعني مجموعة تانية مختلفة خالص عن هذا التخصص ولكن الشباب ودي يمكن الميزة المهمة والأنا دايماً بشجع شباب المصري أن هو يفكر فيها هم بيشوفوا فين فرص العمل المتاحة وبنان عليها وممكن بياخد قرار أنه بيغير بعد ما بيتخرج بيغير التخصص بتاعه كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل وكذلك أكد أهميته في أحداث عمليات التنمية وفي هذا الإطار أشار مدبولي الأهمية المشروع في الربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان والربط على طريق أسوان أبو سنبل خزان أسوان بقاله أكتر من 120 سنة مبني وكان يعني الحقيقة العرض بتاعه فوق وده كان بيعتبر محور مروري بيخدم مدينة أسوان لا يتجاوز حارة وحارة حارة في اتجاه وحارة في اتجاه والخزان طبعا نتيجة لقدمه ما بقاش حتى يعني يقدر انه هو يستوعب الحركة الكبيرة المتزايدة في هذا الشأن وإحنا محتاجين ان احنا نرممه ونرفع كفاقته الأهم ما كانش بيعدي عليه عربيات نقل وبتالي بضايع وحركة التجارة كلها ما كانتش بتحصل انها تتنقل من فوق الخزان كان البديل الوحيد الكبرى الملجم في أقصى شمال أسوان وده طبعا عشان العربيات النقل بتتحرك ليه 40 كيلو يعني بتبقى المسافة عشان ينتقل من شرق إلى غرب النيل هذا المحور مش فقط انه هو كبري زي ما قلت بديل للخزان ولكن ده محور حيربط من برنيس على البحر الأحمر ومرورا بأسوان ثم انه يقدر انه ينقل بعد كده إلى تشكى مرورا بمنطية أبو سينبل أكد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية لسرعة التعامل مع أي أزمة وخلال مشاهدتها استفافا لمعدات محافظة أسوان للتأكد من الجاهزية الفنية للمواجهة في حالات الطوارئ والأزمات شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة عمل الأجهزة والمعدات المستخدمة والعمل على سيانتها بشكل دائم بكافة محافظات الجمهورية ما يضمن التعامل السريع مع أي أزمات طارئة هذا وتفقد مدبولي جانبا من المركبات والسيارات والمعدات المصطفى وكذا معدات الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة أسوان وخلال تفاقدي للمركز أكد رئيس الوزراء أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات تأتي تنفيذا للتوجهات الرئاسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أكد رئيس الوزراء أن الدولة بذلت مهودا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لخدمة المنظومة بمختلف المحافظات كما أكد أهمية كفاءة تشغيل المنظومة وتفقدها مدبولي مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي وذلك خلال تواجده بديوان عام محافظة أسوان أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات القومية التي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية وخلال تفقد محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة أكواباور بكمومبو أكد مدبولي على التشجيع التام من قبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول وبقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مضحا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المولدة وأضاف مدبولي أن محافظة أسوان تعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة لطبيعة التقس في المحافظة المميزة ما يدعم مزيدا من المشروعات في هذا القطاع خلال المرحلة القادمة أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة سير العمل بمشروعات مبادرة رئاسية حياة كريمة ذات الأهميات البلغة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مصر وخلال جولتي بقرية فارس في كومومبو تفقد مدبولي عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة من بينها مشروع محطة الصرف الصحي المتكامل ومشروع لوحة توزيع الكهرباء ومجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي أحد نمذج الوحدات السكنية بعمارات سكن كريم بقرية فارس كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض السلع الغذائية بحي لوتس في مدينة أسوان وذلك في أطار حرص الحكومة على متابعة موقف توفر السلع وأسعارها وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة للمواطن يشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد أمان ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تفقد مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصرح فوزي فوزي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بمدينة أسوان بعد إعادة تأهيله وأحرس مدبولي على تفقد أرجاء المصرح ومنها قاعة الفنون التشكيلية وأيضا قام مدبولي بتفقد معرض أيدي مصرية بمحافظة أسوان وتفقد أجنحة المحافظات المختلفة والمنتجات المتواجدة بالمعرض هذا وتستضيف محافظة أسوان معرض أيدي مصرية حتى 22 من يناير الجاري وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 24 محافظة مشاركين النهاردة في معرض أيدي مصر أثناء زيابة معالي بقيس الوزراء والمعرض ممتد لمدة 3 ايام بإذنك أنت يا رب ومشاركين بمجموعة من الحرف التراثية جميلة جداً ومش متواجدة في محافظات تانية وبتعبر عن محافظة بني سويف أنا المعرض هنا هوض بيضم جميع منتجات التراثية واليدوية للبحر الأحمر ابتداء مرض غارب لغاية شلتين بحر الأحمر فيها حاجة ميزة حلوة قوي أن شلتين بتعمل شغل خوص بجلود فدي بصمة من البصمة اللي بيعملوها عندنا في المحافظة بنتميز بيها أنا بشغل مجسمات خرز همد ميت بشغل فوانيزي بشغل ألم منادين مادليات وبشغل شغل ريزين جايين طبعاً محافظة المينيا المعرض من يوم السبت لحد يوم الاثنين نازلين بكل المنتجات الخاصة بيني في الشرقية والشرقية بتتميز بيها هنبدأ مع حضرتك زي ما حضرتك شايف العرائس الخشبية العرائس الخشبية ودي بتتعمل من مخلفات الأخشاب أخشاب الموالح بالذات نتعمل منها العرائس الفولكلور زي ما حضرتك شايف ودي شرقية مميزة بيها عربيات أو أشكال مختلفة وفي بعد كده البردي جنبها البردي ده برضو من أهم الحاجات اللي بتميز الشرقية وخاصة أن احنا بلاد زراعته في قرية الأراموس مركز أبو كبير في الشرقية فيه معنا تشكيل من منتجات كتيرة ما بين السجاد اليدوي ما بين الخزف وبين الشغل الجلد الطبيعي من الحاجات التراصية بنحاول نعمل امتزاج بين كل المهن والحرف اليدوية الموجودة ما بين البمبو ما بين الفخار وما بين الخزف وبين التلي بنشكل تشكيل جديد عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر المحكمة شارك في المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014 كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما حضر وزير شؤون المجال الثنيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى جانب رجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحفة والإعلام أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بول إصفهم يحرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون ما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية جاء ذلك خلال كلمة رئيس المحكمة بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضى محكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014 فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوسيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وسيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطن معها قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن رقبة الدستورية لاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا لكنها حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضموني حدود الإقليم المصرية أشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وسناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين دوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدستير والقوانين إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستوري باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسل قواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبداً محد شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة إنما هي حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتاً بأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافق أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين لتزكيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة تقدم الوزير بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسم علي الخالدة والتي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور وأكد الوزير أن مسيرة جهاز الشرطة تنضي خلف قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة نحو مستقبل أفضل للبلاد أكد وزير الخارجية سامح شكري أن توصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في القطاع والحد من تزايد العنف في المنطقة وخلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تياني شدد شكري على ضرورة طلع الأطراف الدولية الهمة بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه دعم وقف إطلاق النار فضلا عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم كما تناول الاتصال التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة ومنها على الساحة اللبنانية وأمن الملاحة في البحر الأحمر حيث توافق الوزيران إذا أهمية تكثيف التحركات للحد من توسيع دائرة الصراع في المنطقة تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من أسبن بارت إيدي وزير خارجية مملكة النرويج بحث خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطع غزة وأكد الوزيران على مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وكذلك حجد الدعم الدولي اللازم من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام وفي هذا السياق تطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر نفت مصادر مصرية رافعة المستوى صحة الأكاذيب التي روجتها صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بشأن مع زعمته حول موافقة الرئيس عبد الفتح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على احتلال إسرائيل محور صلاح الدين فلاديلفيا بدعوى قطع آخر شريان لحركة حماس مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب وذلك حسب مزعم الصحيفة الإسرائيلية وفي هذا الإطار أوضحت المصادر المصرية أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقصا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية هذا وتشدد مصر على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي كل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيها البروتوكول الخاص بمحور صلاح الدين فلاديلفيا أبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو لا يعارض جميع الحلول بشأن حل الدولتين بينما طلب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأربي جوزب بوريل طلب بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لزم الأمر موجة عارمة من الاعتراض على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو الرفضة لإقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب لكن الدفاع عن نتنياهو هذه المرة لم يأتي من تل أبيب بل من واشنطن إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين مشيرا إلى مقترح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وهو ما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمناقشته بين بايدن ونتنياهو في الولايات المتحدة أيضاً الداعمة الكبرى لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة طلب ستون نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب من وزير الخارجية أنتوني بلينكين تأكيد معارضة التهجير القصري للفلسطينيين في قطاع غزة وأعربوا عن قلقهم من الخطابات المتطرفة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بدوره اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً صارماً اذ طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لازم الأمر مشيراً إلى أنه بخلاف ذلك فإن دوامة الكراهية سوف تستمر بين الجانبين جيلاً بعد جيل في السياق ذاته أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كيرستارمر أن الدولة الفلسطينية حق للفلسطينيين معرباً عن رفضه لتصريحات نتنياهو وفي ظل استمرار حكومة الاحتلال في سياساتها للتضييق على الفلسطينيين في شتى المجالات أفدت وسائل إعلام بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحاً بشأن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث ربما يكون الولايات المتحدة أو النرويك وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة تواصل إسرائيل سياساتها التي تورطها بشكل أكبر في جرائم ليس فقط بحق الفلسطينيين بل بحق محتجزيها أيضاً وفي تأكيد على الأمر شدد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق عضو مجلس الحرب جادي أزنقط على استحالة إعادة المحتجزين أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق وأن التصريحات بشأن إعادتهم أحياء لا تعدو كونها مجرد أكاذيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللحديث بشكل أكثر تفصيل على الأوضاع وما ستقول إليه في الأراضي المحتلة في ظل تصعيدات إسرائيلية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس دكتور سعيد خلافات في التصريحات وتضارف الأقوال ما بين جو بايدن وبنيامي نتانيا هو برأيك إلى ما سيفضي هذا الخلاف بشأن إقامة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وإلى أي اتجاه ستكون الأوضاع القادمة أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام وعايزين نقول زي ما احنا سمعنا برضو في التقرير فكرة حل الدولتين وإحنا دلوقتي بنسمع عن هذه الفكرة يومين دول هذه الفكرة ليست وليد الرغبة أو موقف أمريكي بل هي رغبة وقوة مجتمع دولي منذ عام 1947 لما قسموا الدولة الفلسطينية فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للفلسطينيين ولا أحد يعني يقدر يناقش في هذه النقطة من حيث الناحية التاريخية أو الإنسانية من شملها الجنوبها للبحر للنهر فلسطين هي فلسطين عربية ولكن اللي حصل في 47 إن بدأت الحرب السنة 48 وجي قرار المعروف بقرار التقسيم 181 في الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي بدأ يقسم أرض فلسطين إلى اللي احنا عارفين دلوقتي النسبة بتاعتنا 78% لليهود و22% للعرب يبقى إذن دي قوة دولية المجتمع الدولي أقر أن هناك دولة فلسطينية منذ القدم منذ 48 يعني نحن دلوقتي مش محتاجين حد من الولايات المتحدة الأمريكية أنه هو يجي يتكلم في هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع مرتبط بإرادة دولية ومجتمع دولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لو حقينا عنوان بقى للي بيحصل اليومين دول أو اللي حاصل دلوقتي والولايات المتحدة الأمريكية تاني بتعيد سياغة حل الدولتين وبتدور أن يكون في دولة فلسطينية نقدر نحط عنوان وهو انقلاب السحر على الساحن ما يحدث من توسع في هذه الاضطرابات وفي هذه الحرب الجيو سياسية الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في حسبانها أن هذا التوسع الكبير وينضم الحوثي وهجوم في البحر الأحمر نحن شايتين أكتر من 26 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وده ما بيهدد الأمن التجاري وحرية التجارة في البحر الأحمر وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعرف أو لم تأخذ في هذا الحسبان هذا التوسع الجيو سياسي بالنسبة لهذه القرب وخاصة الأزمة الموجودة في البحر الأحمر الحالية لأنها تعتبر من أكبر المخاطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني برأيك دكتور سعيد وعفوا على المقاطعة حتى تكون الفكرة واضحة هل بتعني بما تقول لهم من تحليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعيد في ترتيب الأوراق مرة أخرى في ظل التصعيدات التي طالت المنطقة طبعا وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل المجتمع الدولي ككل تحركات الأوروبية أيضا الاتحاد الأوروبي وعايز أقول لحضرتك على حاجة لو احنا بنتتبع الموقف بالضبط احنا الاتحاد الأوروبي انتبه لهذا الموضوع من حوالي شهرين بالضبط لما أرسل وزير الخارجية الفرنسي من فرنسا لقطاع غزة على أساس أنه هو يطالب نتانياهو بعدم توسيع الرقعة الإطرابية أو الهجوم البري الوحشي في إسرائيل سوف أن يمتد هذا الهجوم إلى جنوب لبنان وإحنا عارفين جنوب لبنان فيها قوات حفظ السلام من اليونوثيل معظمها من الجنود الفرنسيين فإذا الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عارفت مقدار هذا القطر أضيفي إلى ذلك حضرتك ما يحدث في البحر الأحمر حضرتك أكثر من 6 ملايين برميل من الزيت والنصف الخام والمواد البترولية بتمر من هذا البحر الأحمر 13% من حجم التجارة الخارجية بين الاتحاد الأوروبي وقارة أسيا والدول الأسيوية بتمر من هذا البحر يبقى إذن المجتمع الدولي ككل عارف أهمية عدم توسع نطاق هذا الحرب لكن في ظل هذا الضغط الدولي كما نتحدث يعني برأيك هل ستنصع إسرائيل هل ستتغير المواقف هل الأزمات الداخلية في الداخل الإسرائيلي وما تواجهه الحكومة من هذه الأزمات يضع في الموقف المحرج الذي يجعلها تنصع للضغوط الدولية وإقامة حل الدولتين أعتقد أن الضغط الأمريكي هيؤثر كثير جدا جدا على إسرائيل وعلى موقف نتانياهو أريد أن أرجع لحضرتك لتقرير لسه منشور أمس في جامعة كولومبيا بيقول أن الضغط الأمريكي على نتانياهو هو فقط الذي يشكل فارقا في إنهاء هذه الحرب وليست جذرة التطبيع المعصوب بجذرة التطبيع أنه في ناس كثير وفي بعض المحللين بيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتوسط أن نتانياهو يقف هذه الحرب من أجل استمرار التطبيع أو إعادة الموضوع أو المناقشة في التطبيع مع المملكة العربية السعودية ولكن إسرائيل لن تتوقف إلا بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والضغط ده يجي من بعدم المساعدة التامة لإسرائيل في العمليات العسكرية في إرسال المعونات العسكرية في فتح المعبر وفتح المساعدات الإنسانية وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وعايز أقول حضرتك أن ده أكده التأريف فاربع مبادئ تعكس الرؤية الأمريكية لوضع غزة حقولهم سريعا واحد عدم تكرار انطلاق أي هجمات من القطاع على إسرائيل والعلاقة السلمية بين إسرائيل وجرانها العرب في المحيط بتاحها وإقامة دولة سلسطينية مستقلة مع ضمان الأمن الإسرائيلي نعم أشكرك جزيلا شكر الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس أكدت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن دائرة الخلافات داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية ظهرت إلى العلن بعدما دع رئيس الأركان السابق جادي أسجنوت لإجراء انتخابات وقال إن حكومة نتنياهو لم تكن صادقة مع الإسرائيليين بشأن أحداث غزة أفادت الصحيفة بأن إزينوس أشار إلى أنه من ضرورية في غضون أشهر قليلة إعادة الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراء وكذلك إجراء انتخابات من أجل تجديد الثقة في الحكومة الإسرائيلية احتج أقارب المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو معاربين عن إحباطهم إذا أعدم إحراز حكومته لتقدم في إطلاق صراح أكثر من مائة محتجز مع استمرار الحرب في غزة وقالت مجموعة تمثل عائلات المحتجزين أنهم توسلوا لمدة مائة وخمسة أيام وطلبوا الآن الحكومة بإظهار القيادة واتخاذ خطوات قريئة لإطلاق صراح المحتجزين واتخاذ خطوات قريئة بتعديد أنهم اشتراكم بإطلاق صراح لنجاً شكراً لنا واتخاذ؟ وأناك واتخاذ؟ نهايك لحسرق توصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في غضون ذلك أفاد شهود عيان النفسة للمقاومة تصدت لدبابات تحاول التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا في شمال غزة هجمة بربرية شرسة لا تتوقف وصلت يومها السادس بعد المئة وقصف وحشي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي شهده جنوب قطاع غزة وخاصة مدينة خان يونس التي صارت بؤرة جديدة مستهدفة للقتال البري والغارات على الرغم من ظروف الإنسانية المتدهورة هناك وفي أحدث حلقات العدوان استشهد العشرات وغالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب عدد لم يتم إحصاؤه جراء الغارات المستمرة التي واصلت الليلة بالنهار في أعنف قصف يشهده الجنوب قصف الإسرائيلي استهدف حي نصيرات وسط قطاع غزة وحي الأمل مما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ولم تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الجوي وقذائف الدبابات برا فلجأت للقصف البحري حيث استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مخيمة شاطئ غربي مدينة غزة ومن مدفعياته الثقيلة ونيرانه إلى اعتقال آلاف الرجال في قطاع غزة وتتواصل الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال في حق الأسرى في غروف وصلت إلى حد التعذيب بحسب بيان ألقاه ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن الأسرح توجز في غروف مروعة وفي أماكن مجهولة لفترات وصلت إلى نحو الشهرين وما زال عداد الموت لا يتوقف ما بين شهداء وآلاف من المفقودين تحت الأنقاض في وضع تعجز الإنسانية عن تداركه مع عجز الهلال الأحمر والإسعاف عن الوصول إليهم جراء القصف الإجرامي الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني صلط مقال نشرته صحيفة الجاردين البريطانية ضوء على انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة جراء العدوان عليها وأشار المقال إلى تزايد أعداد ضحايا من المرضى في قطاع غزة على نحو مخيف بسبب انهيار المنظومة الطبية كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى وجود عشرات الألاف من ذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة لا يتلقون العلال منذ عدة أشهر لما يبثل تهديدا لحياتهم أفدت وسائل أعلام إسرائيلية بقيام جندي للإحتياط عائد من المعارك في غزة بإطلاق النار على صديقه وقتله في تل أبيب ولفتت وسائل الأعلام الإسرائيلية إلى الاشتباه بأن الجندي يعاني من أعراض ما بعض الصدمة وبحسب موقع والا الإسرائيلية فإن أكثر من 1600 جندي أصيبوا بأعراض الصدمات النفسية جراء مشاركتهم في المعارك بقطاع غزة حيث أورد الإعلام الإسرائيلية حوادث مشابهة من بينها إطلاق جندي النار على زملائه بعد استيقاظه من كابوس ليلا بينما هاجم جندي آخر زملاء له من كتيبة لواء المظلين العائدين من المعارك في القطاع وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من الأفراد القوات الإسرائيلية ممن شاركوا في حرب غزة تطور حالتهم إلى إطراب ما بعض الصدمة والتي يمكن أن يتسبب في حالات نفسية وعقلية أكثر خطورة ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن منظمات المستوطنين الإرهابية تنظر إلى الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة باعتبارها فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة أوضح تقرير أن هؤلاء المستوطنين يستخدمون العنف بمساعدة من جيش الاحتلال لتهجير تجمعات فلسطينية من مناطق تغضع لسيطرة الاحتلال واقتحام القرى البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة قال الخبير والمحلل الاقتصادي الإسرائيلي ساموئيل إرامازون إن استمرار الحرب على قطاع غزة بلا توقف سيكون كارثة حقيقية على الاقتصاد الإسرائيلي وأعربا لخبير الإسرائيلي عن عدم تفاؤله من معدلات نمو اقتصاد بمعيار الناتج المحلي الكلي خلال العام الحالي كما أشار في مقابلة مع منصة جلوزا المتخصصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي أشار إلى أن الحرب على غزة أضرت بمعدلات نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل وأوقفت نموه المتوقع عند نسبة 1.6% مع نهاية شهر فبراير المقبل مضيفا أن العجز العام في الموازنة من المقدر له أن يعادل 6.6% من النتج المحلي الكلي وذلك بنهاية العام الجاري نشرة التساعة تتواصل معكم ونتابع فيها خلال قمة عدم الانحياز في كمبالا بيان إفريقي أوروبي أمريكي يدعو لوقف الحرب بالسودان وإنهاء التوتر الإثيوبي السومالي توعدت إيران إسرائيل بالانتقام لقتلها الذين قضوا في الغالة الإسرائيلية على إحدى المباني بالعاصمة السورية دمشق وأكدت إيران أن الهجوم محاولة نيائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة وإنها تحتفظ بحق الرد كانت إسرائيل قد جنت غارة استدفت مبنى سكني في العاصمة دمشق أصفر عن مقتل عشرة أشخاص بحسب وكالة الأنباء الفرنسية من بينهم خمسة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني من جانبها أوضحت وكالة مهر الإيرانية أن الهجوم أودى بحياة مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وثلاثة عناصر أخرى من الحرس بينما أكد الحرس الثوري أن الهجوم أصفر أيضا عن مقتل عدد من عناصر القوات السورية أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بعدة صواريخ ونقل مسؤول أمريكي عن تقارير أولية أن جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية مشيرا إلى أنه يجري الآن تقييم أولي للأدرار ناجمة عن الهجوم أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لقوات الحوثي كانت مواجهة نحو جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق حددت القوات الأمريكية للصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال في أزمتها مع إثيوبيا جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع رئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة حاليا حيث بحث الجانبان كافة الخطوات والسبل الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال على مختلف المستويات العربية والإفريقية والدولية أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع أنه لا يمكن لإدارة أرض الصومال إبرام التفاقية مع إثيوبيا كونها جزء من الصومال وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي أن الاتفاقية تمثل تهديدا لإثيوبيا وسوف تؤثر بشكل كبير على سكان منطقة القرن الإفريقي وتثير قلق الحكومة والشعب الصومالي على حد سواء أفاد تقرير للأمم المتحدة نشرته وكالة رايترز أن من بين 10 ألف و 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة تغرب درفور بسودان العام الماضي في أعمال عنف نفذتها قوات الدعم السريع وفي التقرير المقدم كذلك أشار إلى مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة وقال فيه المراقبون أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة الجنين بين أبريل ويونيو الماضيين قد ترقى إلى مستوى جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية أصدر ممثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المشاركون في قمة عدم الانحياز في العاصمة الأغندية كمبالا أصدروا بيانا مشتركا يضع الأطراف المتقاتلة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في حوار حول مستقبل الوضع في السودان كما دعت الأطراف الثلاثة إلى أنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا حول الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وما يعرف بأرض الصومال أكد البيان المشترك أن التطورات الحاصلة في السودان والتطورات الإثيوبية الصومالية من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي يعقد البرلمان العربي غدا الأحد أعمال جلسة برئاسة عادل العصومي وذلك بمقر الأمالة العامة لجامعة الدول العربية ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقارير لجان البرلمان العربي فضلا عن عدد من البنود الهامة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة الآن جاء معاعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة أخبار الملوى الأعمال مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا هيب أحسين شكرا أدى إبراهيم وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة حققت أصدرات المصرية للسوق الأفريقي زيادة بنسبة 10% خلال الفترة من يناير لنوفمبر 2023 لتبلغ نحو مليارين وسبعة ملايين دولار مقابل مليون مليار وثمانمائة وتسعين مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2022 هذا وسجلت الصدرات المصرية للسوق الأفريقي خلال شهر نوفمبر 2023 نحو 149 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار في نوفمبر 2022 بنسبة تقدر بي نحو 2.7% قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في السوق توزيع المنتجات البترولية وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطري في السوق من خلال ربط بها مادة البيتومين بشراء المستحلبات والمحالي البيتومينية يؤكد جهاز إحمية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطري حيث تعتبر ممارسة ربط الصلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات تأذات الوضع المسيطر بإجبار العامل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط في آخر تداولاتها رسمية تراجعا بأقل من 1% لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد أن تغط المخاوف من تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج على الأسواق سجلت العقود الأجلة لخام بنت بنسبة 78 دولار و 56 سنت للبرميل مترجعتا بنسبة 68 من 100% كما سجلت العقود الأجلة للخامر الأمريكي بنسبة 73 دولار و 41 سنت للبرميل منخفضة بنسبة 9 من 10 بالمئة كذلك تراجعت أسعار المزود العالمين بنسبة 62 من 100% لتصل إلى دولارين و 63 سنت للتر هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6 و 6 من 10 بالمئة لتسجل نحو دولارين و 52 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أصبحت روسيا في عام 2023 أكبر مورط للنفط الخام إلى الصين تحدت روسيا العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها وأظهرت بياناته للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت نحو 107 ملايين و 2000 طن مترية من النفط الخام إلى الصين العام الماضي أي ما يعادل نحو مليونين و 140 ألف برميل يوميا أظهرت بياناته رسمية أن مبيعات التأجزية البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود ذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن التساوق استعدادا لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتادة ساهم في تقليص حجم مبيعات التأجزية بنسبة 3.2% في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر علنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين اتفقتها على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم ذكرت الخزانة الأمريكية أن الاجتماعات التي وقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين تضمنت منقشات حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكفحة غسل الأموال مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لأدى وهبا لاستكمال ما تبقى من تساعة شكرا لك فاطيما قام المشاركون في مؤتمر التنمية المستدامة الذي تنظم جمعية الأرمان في دورته الرابع بمدينة الأقصر قاموا بزيارة ميدانية للمشاركة في افتتاح وتسليم المنازل للأهل في قرية نجع العرب بالمحاميد قبلي مركز أرمنط بالأقصر جاء ذلك بعد أن قامت الجمعية بإعادة أعمار منازل القرية المتهالكة وتطويرها فضلا عن تنظيم قوافل طبية لدعم مرضى القلب والعيون وتسليم أجهزة تعوضية وأطراف صناعية وكذا توزيع مساعدات موسمية من جانب معبر المشاركون في المؤتمر عن إعجابهم الشديد بما تم إنجازه في تطوير القرية باعتباره نموذج متكاملا للعمل الأهلي أخبار الرياضة أخبار الرياضة مع فاطيمة خليل مجددا شكرا أدا شكرا هبا وأهلنا مشاهدين مجددا وهذه الوقفة الرياضية فاز محمد ياسين وفرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لاستلاح سيف المبارزة تحت عشرين عاما حصل ياسين على الميداليا البرونزية عقب خسارته في دور النصف النهائي من بطل أرلندا بنتيجة خمسة عشر أحد عشر بينما حصلت فرح محفوظ الميداليا البرونزية بعد خسرتها من بطل تلطي بالغارية بنتيجة خمسة عشر أربعة عشر يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة نظره منتخب كابفيردي يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوتفوار خضى منتخب مصر تدريباته بملعب جاردن بوتانيك بالعاصمة الإيفورية أبني جان حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم بعض الجمال الفنية حسم التعادل الإيجابي بهدفين مثلهما مباراة المنتخب الجزائري ونظره منتخب بوركينفاسو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بهذه النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده إلى نقطتين في المكتر الثاني بالمجموعة بينما رفع منتخب بوركينفاسو رصيده إلى أربع نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة تعادل المنتخب الأردني مع نظره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين من المثلهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة في قطر وفي مباراة أقرب الجولة الذاتية فاز المنتخب البحريني على نظره الماليزي بهدف دون رد تغلب أرسنل على ضيفه كريستل فالس بخمسة أهداف مقابل لشيء في الجولة الحادية والعشرين من الدور الإنجليزي بهذا الانتصار ارتقى أرسنل إلى المركز الثالث برصيد ثلاثة وأربعين نقطة بينما توقف رصيد كريستل فالس عند إحدى وعشرين نقطة في المركز الرابع عشر عودة إلى الزملاء مرة أخرى بعد هذه الجولة الرياضية هبة وأدى الاستكمال المطابقة من التسعار أشكرك فاتيم اخترق قراصنة انترنت روس نظام البريد الألكتروني لشركة مايكروسوفت وتمكنوا من الوصول إلى حسابات أفراد فريق قيادة الشركة إضافة إلى حسابات الموظفين في فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية حسب مقالة الشركة أوضحت مايكروسوفت في منشور أن الاختراق بدأ في أواخر نوفمبر وتم اكتشافه في الثاني عشر من يناير وقالت إن المسؤول عن الاختراق هو نفس الفريق الخاص بالقرصانة الروسية شديد البراعة الذي يقف وراء اختراق شركة سولرانز حيث أكدت الشركة أنه تم الوصول إلى نسبة صغيرة جدا من حسابات شركة مايكروسوفت وتمت سرقة بعض رسائل البريد الإلكتروني وكذلك المستندات المرفقة أعلنت توكلة الفضاء اليابانية جاكسا هبوط مركبة فضائية يابانية مجهزة بتكنولوجيا الملاحة الدقيقة بنجاح على سطح القمر لتصبح اليابان بذلك خامس دولة تهبط على سطح القمر ومع هبوط مركبة الفضاء الذكية لاستكشاف القمر قامت اليابان بأول هبوط لها على سطح القمر لتنضم بذلك إلى الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند باعتبارها أولى الدول التي حققت هذا الإنجاز أدت وصف عنيفة ودرجات حرارة لوصلت إلى حد السقيع اكتحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسين حالة مرتبطة بهذا التقص وذكرت وسائل العالم الأمريكية في وقت أن هناك مساحات وساعة من البلاد تتعرض للمزيد من موجات الرياح الباردة تسببت درجات حرارة سقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أو قاعد قتلة وأحدثت بلبلة في حركة الطيران فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص قالت تهيئة الأرصاد الجوية أن أجزاء من أستراليا الغربية تشهد موجة حر شديدة ما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من موجة حر شديدة في منطقتين بيلبار وجاكسوين النئيتين في أكبر ولاية في استراليا محذرة من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى أربعين درجة مئوية في مطلع الأسبوع ويزيد التقص الحار من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظهرت النينو المناخية والتي ترتبط عادة بتقص بالغ السوء يشمل حرائق الغابات وكذلك أعصير وجفاف أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جرأ قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 119 مرة لأكثر من مرة خلال 24 ساعة قال أليكزاندر بركودين رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون إن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة دبابات وقاذفات صواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيزيد إنتاج الزخيرة بشكل كبير هذا العام استجابة لمطلب أوكرانيا المتزايد بدعمها في حربها ضد روسيا وفي الوقت الذاتي دعت أوكرانيا الدول الغربية بمنع روسيا من الحصول على المكونات الرئيسية لإنتاج الأسلحة الخاصة بها وكذلك المستخدمة في صراعيها في أوكرانيا من جانبه أكد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي أكد خلال زيارة الإستوانيا أن الاتحاد سيكون قادرا على إنتاج نحو 1.3 مليون تلقى كذخيرة بحلول نهاية هذا العام أكد الرئيس الأمريكية جو بايدن أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ساهم في منع التمدد الروسي لأي دولة أخرى مجاورة طالب بايدن خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات الأمريكية بضرورة الحفاظ على الدعم الأوكراني كما كان بايدن دعا زعماء الكونغرس خلال اجتماع بالبيت الأبيض لمواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا المجمدة حاليا بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على مزيد من التمويل الآن موعدنا مع أخبار التقس وبيان درجات الحرارة فاطمة خليل في الانتظار بوقفة الأخيرة مع أحوال التقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود البلاد غدا تقس دافئ نهارا على قهر الكبرى والوجل البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيدة مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيدة وفيما يسود ليلا تقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقع على معظم محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القهراء العظمة 25 الصغرة 13 إسكندرية 25-13 مطروح 24-11 فورسعيد 25-14 إسمالية 26-13 وجوها معتدل بالنسبة لي السويس 26-12 العريش 26-9 طابق 26-13 شرم الشيخ 28-17 الغرداء 28-17 وجوها أيضا معتدل بالنسبة لي الأقصر 28-10 أسوان 28-12 الوادي الجديد 26-7 شلاتين 28-17 حلايب 25-18 وجوها أيضا معتدل والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ختم النشرة ولم يتبق لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية بأسوان ويشهد استفافا لمعدات الطوارئ والأزمات بالمحافظة خلال مباحثته الهاتفية مع نظيره الإيطالي والنرويجي شكري يشدد على ضرورة تطلع الأطراف الدولية بمسؤوليتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة نتنياهو يرفض تصريحات أمريكية بشأن إقامة الدولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على غزة والتحاد الأوروبي يطالب بفرض حل الدولتين على إسرائيل مشاهدين الكرام انتهت أخبار التسعة لكن هواء التسعة لا يزال متوصلا مع حضرتكم ويوسف الحسيني مساء الخير يا يوسف مساء الموري إزاك يا قادة إزاك يا هبح عمليم إيه؟ إزاك يا يوسف أخباركم إيه كله تمام؟ حلقة بداية الأسبوع آه والله يعني عندنا كم حاجات لدرجة أن إحنا عاديين أنا وزملاء الأعزاء يعني محمد فتح يونس بقى والفريق بتاعه ما يقول طب هناخد إيه مش هناخد إيه فقطولهم بصراحة أنا مستخسر نفوت حاجة لأنه في حاجات كتير جدا وكلها حلوة وكلها مهمة منها الأخ بن يمينة تنياهو قاعد ومبرطع وقاعد وفارد وحاجة عظمة يعني منتقلة الأدى بالحقيقة بس ماشي توفيق يوسف حالة موفقة إن شاء الله أشكرك جدا يا أدى وأشكرك جدا يا هبة واستأذنكم نبدأ في قراطنا بسي